السلام عليكم حباب قلبي عاملين ايه يارب دايما ان تكونوا بخير وبصحة وسلامة اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى على النبي كده حباب قلبي ما تنساش لحطوا اللايك على الفيديو دوت كده عشان ما تنسوش المهم النهاردة بقى كان عندي جولة في السوق بس صراحة لقيت الفيديو هيبقى كبير جدا عليكم والمدة بتاعتها تبقى طويلة كده وبيخف عشان ما تزهوش مني قلت اخلي لكم الجولة في يوم تاني الواحده وخدت لكم بقى ايه اللي انا عملته في مطبخ النهاردة طبعا جبت طلبات محشي طبعا بتعارفين الساعة والتكتكة بقى محشي عدس الاكلات اللي هي ايه بالدف دي قلت اعمله بقى معاكم كده النهاردة حشي انا جهزت الخلطة وقورت حكتي كله تمام والخلطة بتاعت طبعا الناس اللي متابعاني عارفة ان هي بيبقى طعمها تحفة وميز جدا بحاجات وتكات بسيطة انا عشان ما تقولش كمان عليكم الفيديو عملتها بس ان شاء الله وحط لكم في سندوق الوصف الطريقة بالزبط عاملها معاكم كزا مرة على القناة حط لكم اللينك بتاعو تقدروا تضغطوا على اللينك على طول هيشتغل الفيديو قدامكم تشاهدوه وتقولي اللي رأيكم فيه وشرفني طبعا تعرفوني من اني بلد بتشاهدوا الفيديو لما اشتركتوش بتنسوش تشتركوا في القناة اقولها كده اللي اقوله شرط اخر نور المهم انا بقى قلت اعمل المحش النهاردة اه وصراحة برضو التصوير بياخد وقت قلت انا مش هصور لان انا كده كده عامل معكم على القناة هسهل لنفس كده الدنيتي واحط لكم اللينك على طول بس هجبوا كده ايه وانا بحش معاكم زي ما انتم شايفين طبعا من ضمن الحاجات اللي جبتها في السوق طبعا جبت الفلفل الاحمر الحلوة بتاعنا الموجود في السوق دوت الحامي والبارد قلت اعمل معاكم بقى الهاريسة طبعا الفلفل اللي هو الحامي دوت بيبقى ليه وقته معين كده في السوق بيبقى موجود ومرة واحدة كده تلاقي اختفى مش اللي هو الرفيع البلدي بتاعنا الرفيع البلدي ده ممكن تلاقي موجود انما انتو شايفه قدامك دوت اللي هو الحراء اللي عام زي البلاحية دوت زي ما يكون موسم كده فاولت هجيبه معاكم بقى كده واعمله معاكم النهاردة طبعا انا اعمل الهاريسة البردة زي ما انتو شايفين اهم حاجة طبعا هتغسلك كويس جدا وعايزك بقى الفلفل البارد شوف اي لحم جوه من الحتة البودة دي اتشيليها تستغني عنها خالص لان لما نجي نفرم الفلفل بتاعنا او الهاريسة الحتة البودة دي هتفتح من اللوم بتاعها فاحنا كده كده مش محتاجينا هاشلها وقطع اي تقطيع بقى كده عشوائي لان كده كده هنفرمها في المفرمة بتاعنا ده طبعا بالنسبة للفلفل اللي احمر بتاعي اللي هو البارد اي كمية عندك طبعا هتعمليها اللي يعجبك طبعا عندي بقى الفلفل الحامي عايزكم تخلي بالكم كويس جدا 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 لانه بيبقى بص حد جدا وانت بتعملي انا ما كنت بعمل الكمية اللي في الطبع دي لازم بتلبس جلوف زي كده او تخلي بالك عشان اه يعني بيبقى حرق جدا المهم ما شرنا القمع بتاعه بس في الفلفل الحامي بقى طبعا ما شرناش القلب بتاعه لان طعم الفلفل الحرق والحدقان بتاعته الحد بتاعه او الشطشطة بتاعته في القلب بتاعه فدام في الفلفل الحرق مش هنشيله هنسيبه طبعا مكوناتي ايه تاني طبعا بقى كمية اللي قدامي دي تقريبا ده كله اللي ربع من الفلفل بارد وكله اللي ربع من الفلفل اللحامي حطيت على كل طبق منهم معلقة سكر صغيرة ومعلقة كبيرة من الملح لكل طبق طبعا وعندي التوم اساسي طبعا دول صنفين قدامكم هنطلع صنف ثالث منهم ميكس دلوقتي منهم هيبقى تحفى جدا جدا للمخللات وهيميز اي مخلل او اي بتنجال هتحط عليه منه هيبقى طعمه جميل جدا وتحفى تقع الصبر بس وثواني كده وخليكم ماشين معايا خطوة بخطوة طبعا جبت التوم هو يفضل ان التوم يكون فريش هدام كده كده هنفروم ونسا هنحط شيل في الفريزر لان احنا هنحفظه في الفريزر طبعا يفضل ان كل يكون فريش بس انا مش عندي فعادي مفيش مشكلة يعني ماشينا نفسنا باللي انا مخزنا عندي شايفين ما شاء الله كنت مخزنا معاكم وابيض زي ما هو ازاي زي ما حطناه المهم كده عندي خلاص المكونات جاهزت البارد على معلقة من السكر معلقة من الملح معلقة كبيرة من التوم المفروم ونفس الكلام مع الحار النوع الثالث بقى زي ما انتم شايفين كده ده الطعم اللي هيميزه ده العصفر هيديلها طعمه مميز جدا 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 هنعمل ايه بقى هنغد ميكس من الفلفل بتاعي يعني المخلل بتاعي في ناس ما بتحبوش بايرد او يعني لازم بتحب سنة حرقان كده في المخللات بتاعتها اول بتنجال المسلوق المقلي هتنفع معاك كمان بصي مسلوق مقلي اي نوع مخلل تعملها تنفع معاك اللي انا هعملها معاك ده دلوقتي هي صراحة جميلة جدا اه وكمان اللي هيميزه النهاردة ان احنا مش هنحط على نار ولا هنحط زيت ولا هنحط اي حاجة احنا هنحفظه زي ما هو كده عشان مسلا لو حد عندك في البيت عامل ضايت وحابب انه هيكل منه هيكل منه عادي خالص ما فاش اي حاجة حتى لو سلق بتنجال مش هيكل مقلي مثلا عشان الزيت لا بتنجال مسلوق معافل في العادي وشوية توابل وتوم وحاجات بسطة يعني مش هتبوز الضايت المهم الكام اللي حطناه في الحراء والتوم اللي حطناه في البارد هيغد حت من ده وحت من ده وهيغد بقى كمية كدا اللي انت عايزة من البارد على الكمية اللي انت عايزة من الحراء يعني هاعمل ميكس بينهم كده طبعا انا قلبت السكر والمالح في كله بس في التوم اixe حت من دوت وحيتي من دوت وعملت ميكس بين الاتنين زي ما انتم شايفين كدا والعصفر زي ما انتم شايفين هحط طبعا في مقدار 3 معالق كده نحيز اقولك طعم متوحفة جدا جدا يعني لو عاملة بتنجال لو سلقة هتسلوش وقت بتنجال كده على طول هتعمل الدقة منه كده هتغدي جاهز احنا نخلي جاهز على طول مش محتاج اي حاجة خالص هتشوف معي ان شاء الله في خلال الفيديو كده حطيت ميكس من الفلفل البارد على الحراء على العصفر هحط له بقى دلوقتي هعصر لمونتين كبار كده لمونتين تلاتة اللمون بيبقى حلو وكويس جدا في البتنجال بالزات او في انواع المخللات عمتها بس يكونوا لمونتين كده يسدوا العين كده يملو العين طبعا كده حطنا معانا الفلفل البارد الحراء اللمون العصفر وطبعا الفلفل متقلب علي ملح وسكر واحط له برضو يعني بمقدار كده معلقتين او تلات معالق من الخل كده انا جهزتها وبقت تمام معايا هفرمها بقى وطبعا طريقة الحفز بتاعتك فيه ناس بتحب تحب تحط في كياس تلاجة او في علب انا بستسل صراحة في علب اه بتبقى اسهل واشيك وبتحفظ لك كمان على الدرج بتاعت الفريزر بتاعك او المكان اللي انت هتحفظه فيه في الفريزر اه بيكون نضيف يعني طبعا لان لقيت اللون هنا دي اختياري لقيت اللون هنا سن هيفتح كده لان حطيت حبة زيادة كده من الفلفل الحراء والقلب بتاعه في حاجات بيضة كده طبعا قلنا مش هنشيلها عشان يبقى حراء جامد فهي حاسيت ان يا فتحت للون كده راخت حطة معلقة من البابريج ودي اختياري طبعا عايزة تحطيها حطيها مش عايزة خلاص انا قلت بس ايه لازود تركيز اللون بس فقط لغير هي مش ضرورية ممو فرمطوم كده زي ما انتم شايفين كده ده جاهز كده تماما معايا لاي نوع مخلل انا عايز اقولك ان انا ده اكتر نوع من الهاريسة بفضله وبحبه بعمله عندي باستمرار وبحب ازود منه يعني انا صراحة ما بحب اخزن حاجة ما بجيبش الكمية كلها مرة واحدة طب وانا اتعب نفسي ليه واهلك نفسي ليه واحس ان يومي كان في المطبخ كبير ومجعلس كده لا كل ما تنزل السوق وتلاقي حاجة في السوق سامحة النية تتخزن هاتي منها كمية وانتي بتطبخي جنبيك كده يعني دي كمية بسطة مش تاخد معاك وقت خالص فعشر دايق ولا في ربع ساحة هتكون مخلصها وميجي نزل السوق تاني مرة هجيب برضو كمية تاني بسيطة كيلو او اتنين كيلو كده مثلا واعمله مش هاتعب انا بقى كده ولا هزهق ولا هشيل هم التغزين الامور هتبقى معايا سهلة وبسيطة ان شاء الله بازن لي صلوا على النبي كده حبابي وحطوا اللايك قبل ما تنسوا طبعا ده كان اول يوم اول نوع معانا هوت ده طبعا مخصص يعني بص للبتنجال حتى لو هتعملي خيار خد منه معلاها حبتها عليه هتعملي جزر بصل اي نوع مخلل هتعمليه خد منه وبيبقى توحفى اكتر 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 في البتنجال المسلوق والمعلي المسلوق للناس اللي هي حابة تعمل ضيت وكده طبعا في ناس بتحب تشيل الهارسة دي ترجع على النار بعد ما تفرمها كده تقعد تاكل وتجي في قلب بعضها كده وتسبك بعد ما تحط لها زيت وتحطها كده في علب او في كاس انا بحبش كده الطرقة دي سهلة جدا مبسيطة وبدون اي اضافات خالص يعني بدون زيت هتنفع معنا زي ما قلت لكم للناس اللي هي عاملة ضيت وبعدين احنا هنحفظه في الفريزة في ناس اللي هي بترجع وتحطوا على النار كده يتقل والمية اللي فيه تتبخر دي ممكن تحط يعني تحط على الوش كده معلقتين زيت وتحطوا مسلا في برطمان صلصة كده وتحط بباب التلاجة من تحت عادي هيفضل معا مش هجراله اي حاجة خالص لان احنا معقمينه وبص وغالينه كزا غالوا على النار كده وطيارين السوائل اللي فيه ويفضل معنا طب انا باعمل يعني مش على طول مش كل يوم هاسلقه بتنجاله مش كل يوم هالي بتنجاله مش كل يوم اعمل مخلل اه فانا باستسهل بقى بحط في حلب كده على طول وبام حطها في الفريزة طب اللي هي الحرقة والبردة دي هينفع جدا خالص تحطها على الصلصة طبيق محشي اه كشري مكرونة اي نوع صلصة تعمليها هتركز هتبصي هتخلي الطعم معاكي تحفه هتعمل تركيز جميل جدا في اللون بتاع الصلصة وفي الطعم كمان ده تاني نوع خدناه انا عملت البرد الاول وبعدين تعملي الحرق اه فطبعا دي طريقة سهلة جدا انا باستسهلها تفضل معاك لحد اخر معلقة ولا يعني لو قدر الله في ناس ممكن بتشيلها في التلاجة تاخد منها زي نظام استخدام الصلصة كده لما بتجيب علبة صلصة كبيرة وتفتحها وتبدأ تاخد منها معلقة ولا حاجة في ناس تنسى تحط معلقة زيت تانية في ناس تنسى تقلبها على الغطى كده عشان ما فيش هو يخش لها فالوش بتاعها يعفن في ناس تتلاها عنها كده بباب التلاجة وتتركها لحد ما تبوض منها لا دي متشالها عندك في الفوريزر وقت ما تحتاج بكل سهولة وهي متلجة هتطلعيها بالسكين هتاخد الكتعة اللي انت محتاجها وترجاع تدخلها تاني الفوريزر وهي متلجة طريقة سهلة وبسيطة وما فيش اي تعقيد خالص زي ما انتو شايفين كده انا عملت كده علبتين من كل نوع علبتين اللي هو بتاع المخلل والبارد والحراء طب انا دلوقتي خلصت حكتي واحطوهم في الفوريزر ودخلوا جمده انا اعرفهم ازاي ان ده البارد وده الحراء وده بتاع المخلل كلهم لون واحد وكلهم مفروا من نفس الفوريزر طبعا اي ستيكر عندك او اي لازق بكرت لازق زي اللي هتشوفها دي دلوقتي اي حاجة عندك ينفع تلزقيه ده انت لو حتى لو جيبي بكر اللازق اللي هو عبو جنيه ده اللي بيلزاو بكرا ريس والحاجات بتاع الاطفال في المدان تلزاي تلزاي ورقة منه كده تلزاي حتت ورقة به على العلبة وتكتبي عليه النوع اللي انت في العلبة تكتبيه هو ده بتاع ايه انا طبعا بفضل عندي ستيكر طبعا باستخدمه كمان اللي عندي دايما باستمرار صراحة انا بحب اجيب البكرة الكبيرة اللي انت هتشوفها دي دي شفتوا الناس اللي هي النقاشين اللي بيدهنوا الحيطان وكده لو فيه حيطة ولا باب ولا جنب كده مش عايزين هيعملوا حرف كده ومش يعرفوا يزبطوا الحرف عشان مفيش بوه يدهو للدنيا فبيجيبوا اللازق دوت يلزاوه عشان اي دهولا و اي دهانات تيجي عليه فالاخر بيشولوا بكل سولة بلولة تحت نضيب ده طبعا بيبقى ينفع انت تكتبي عليه عادي صراحة انا بجيب البكرة بخليها عندي الحياة ده ما خلصها ماليش انا بقى في الحاجات اللي هي ايه التانية دي البكرة دي سعرها رخص جدا و هتوعد معاك فترة كبيرة جدا جدا موش هتبوز ولا هتفسد عندك لو عادت سانة اثنين تلاية اربعة مش اجرال اي حاجة عندك خالص اهو اللازق دوت اهي البكرة اللي فيه دي اهي هتشوفوها تطعي منها من كل كل علبة كده تطعي حتها لها وتكتبي مسلا النوع ده بارد ده حراء ده بتعم مخلل عشان تعرفها عشان ما اتهيش بعد ما يتلق الحاجات سهلة وبسيطة اهي البكرة دي اهي رخصة جدا على فكرة وامش غالية هتوعد معاك فترة كبيرة جدا طبعا ده الحراء هكتب مسلا البارد هكتب الحراء الطرقة دي سهلة ومش هتخليك الطويف اي حاجة عندك في الفرزر خالص كل حاجة هتبقى منظمة كده وعارفة ده ايه وعارفة بارد حار مخلل كده حباب قلبي اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو اتمنى حباب الفيديو يكون عجبكم منرضاكم ولو عجبكم الفيديو اولا تنسى تحطوا اللايك عليه ولو لسه مشتركتوش في القناة تمنى اتشرفوني وتفعلوا زر الجرس اشانا ان شاء الله اي فيديو جديد تاني انزلي وصلكم اشعار بي وتقدروا تشاهدوا وتتابعوني دمتم في رعاية الله واستودعكم الله الذي لا تضيع وداع وعافية حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته